أقامت السلطات في سريلانكا مراسمة لتتشين سفينة حربية أهدتها لها الولايات المتحدة حضر المراسم الرئيس السريلانكي مايثري بالا سيريسينا وعفقاً لوسائل الإعلام المحلية فإن السفينة ستكون الأكبر في أسطول البحرية وكانت وصلت إلى سريلانكا في مايو آيار وخضعت لأعمال تجديد قبل تتشينها رسمياً المراسم التي شهدت عرضاً للرقصات التقليدية قدمته فرقة الرقص التابعة للبحرية تأتي وسط تظهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب حرب تجارية وفي السنوات القليلة الماضية مولت الصين عدداً من مشاريع البنية التحتية وسعت إلى علاقات عسكرية أوثق مع سريلانكا خاصة قواتها البحرية